أهلا بكم في سلسلة سيام المرأة من منظور طبي هنبتدي بالفيديو الأولاني وهو في تكيف الجسم للسيام أثناء الجوع بتنقص الطاقة في الجسم بيبقى مصدرها الرئيسي هو الجلوكوز اللي بيحتاجها الجسم لمواصلة النشاط المختلف ولازم نعرف أن كمية الطاقة دي بتختلف من شخص الآخر حسب درجة نشاطه وحسب طباقعه من تدخين واستخدامه للمنبهات زي القهوة والنسكافي والشاي وحسب الصحة والمرأة وظروف أخرى زي ما نعرف بعدين كل شخص له طاقة لائمه لعمل المخ والرئتين والقلب والجهاز الهضمي والعصاب والعضلات وبيبقى ده من خلال التفاعلات داخل الجسم التفاعلات داخل الجسم دي بتختلف إذا كل ما زاد السن التفاعلات دي بتقل والتكايف ده بيقل لما بيبقى في الرجال التكايف ده بيبقى أكتر والتفاعلات أكبر لما تبقى فيه يعني عضلات نوائية الجسم عضلي بيبقى يزيد التفاعلات ويزيد التكايف لما حد بيتعود من الفترة من الفطار للصحور إن بيوزع أكله وصربه ده بيزود التكايف القدرة على التأقلم ده بيبقى عن طريق بيدي الطاقة 15 ساعة على مدار اليوم ودي أكتر مدة صيام على مدار السنة نلاحظ أن صوم رمضان آمن في الحالات الصحية في غياب المرض وبيبقى ما بيبقاش لي أي تأثير سلبي وإن كان لي تأثير بيبقى له تأثيرات إيجابية على الجسم وبيقدر الجسم يعمل المخ والقلب والعضلات والرئتين والكبد والكلة بصورة طبيعية إن الطاقة الحرارية اللي بيستخدمها الجسم ببقى 1% كل يوم مع الراحة ومع الصيام لغاية لما بتوصل لـ 75% من قيمتها المعتادة اللي بنسميها اللي هي البيز الميتابوليكتوريت ترجمتها الطاقة الحرارية الأساسية في الطبيعي إن السيد إن يحصل انخفاض في الوزن مع الصيام إلا إذا زاد تناول السكريات والدهور انخفاض الوزن ده بيبقى له تأثير إيجابي جدا على الصحة على الضغط والسكر والقلب وحاجات وأمراض أخرى ودايما لما بيكون في الأمراض لازم برضو إحنا لقاعدة نستشير الطبيب لأن في بعض حالات خاصة لا يسمح لها بالصيام إن يعني بعد كده إن لما بيحصل انخفاض للجلوكوز مع الصيام البنكرياس بيقل الإنسولين وبالتالي بيقل تكسر الجلوكوز عشان يبقى محفظ دي في الجسم ويزيد هرمون تاني بيفرز برضو من البنكرياس وهو هرمون الجلوكاجون اللي عنده القدرة على إنه بيكسر الجلايكوجين اللي موجود في الكب يحوله إلى جلوكوز يبقى مصدر طاقة أخرى يحافظ للجسم على هذا أما بالنسبة للكوليستيرول فهو بيقل في بداية الصيام وبيرجع يزيد بعد كده أما الدهنيات فهي المفروض إن هي تقل لكنها بتعتمد اعتماد رئيسي على الأكل خاصة لو بيبقى فيه زيادة في أكل الدهنيات والسكريات في الوقت ده الدهونها تعلق فالصوم له فوائد كتيرة لكنه ليه بعض المخاطر خاصة إذا كان فيه إجهاد إذا كان فيه حالات مرضية فيه عدم تحمل للصيام كان فيه يعني فيه تعب أو فيه أعراض أخرى في الوقت ده تفكر وتراجع طبيبها علشان يقولها هتعمل إيه بعد اللي يعني بيحصل تكيف في أجهزة الجسم المختلفة بحيث إن الجسم بيوفر طاقة للأجزاء المهمة للعمل بحيث إنه هو مثلا الجهاز الهضمي بيقل حركة الجهاز الهضمي كله يقل إفرازاته وبالتالي بيوفر طاقة للمخ وللقلب وللعضلات ها واخدين بالصدركم عشان تأدي دورها في الكامل كل أعضاء الجسم في الكامل وبيوفر الحاجات اللي ممكن تتوفر لهذا واللي بيتحمل العبء الأكبر اللي هو الكبد والكلة الكبد لإنه بيوفر بتكسيره للايكوجين إلى جلوكوز وبالتالي بيؤدي الطاقة أما الكلفة بتحفظ بالسوائل وبالتالي دولها اللي عليهم العبء الأكبر في الكييف ودي مراجع ونلاحظ إن المراجع حتى الأجنبية فيها تكاد تنطق إن هو التكيف ده الجسم معد يعني المولى عز وجل يعني لما فرض علينا الصيام أكيد الجسم البشري معد لهذا الكلام لكن للأسف في الأيام اللي احنا بنعيشها انتشار الأمراض وانتشار إنما في الأدوية الكتير وانتشار السموم اللي في أكلنا وفي سلوكيتنا اللي الصحيحة هي اللي خلت الأمور اختلفت ودي قناتي على اليوتيوب تلاقوها برفحة مسعد ودي شكلها ودي يعني فيها فيديوهات كاملة وعملتلكوا يعني بلاي لست بيبقى كل مجموعة بيبقى بتتكلم عن عن موضوع هتلاقوا في مجموعة عن صوم المرأة ومجموعة عن العلاج الشامل ومجموعة عن موانع الحمل من الألف للياء ومجموعة عن سلسلة الحمل أسبوع بأسبوع ومجموعة عن سلسل بول عند النساء من الألف للياء والمزيد قادم وفي انتظار أسئلتكم وكل سنة وانتم طيبين